بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مودان الجليس على فكرة بيملى حياتنا نور وبركة وممكن يضغط علينا بس احنا فيه جليس لما نتكلم عنه تلاقي كل الناس تقول يا على حلوته ويا سلام لهو موجود في حياتنا جليس النهاردة بيخلي القيوب مليانة فرح لشهودها نعمة ربنا سبحانه وتعالى اني خلى الحياة كده فيها معنى رائع وجميل ولطيف وبيخلينا عايشين وكأننا غرقنا في شاهد وفي عسى الحب الحياة جليس وجوده هو رحمة ونور وبركة ما بين الناس جليس كل ما نعيش معاه بنحسن قلوبنا في حصن وربنا سبحانه وتعالى امدها بالمناعة والصمود جليس وجوده هو عمود المجتمعات واساس قوتها ومتنتها واساس روابطها اللي موجودة بنا الجليس ده هو جليس التواد يعني الموادة المتبادلة ان الناس يبقوا في حالة موادة متبادلة مين اللي علمنا الجليس ده واشار لنا عليه ومشورنا عليه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرة النبي قال لنا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عض تدعى له سائل الجسد بالسهر والحم فالتواد ما بين الناس الموادة المتبادلة دي حياة الكلمة الحلوة من ابنك قد ايه بتحيي فيك الهمة وتخليك تشعر بان انت بطل البيت ده كله وبتجدد فيك حبك للحياة والبسمة كمان من زوجتك في رضاها عن كل اللي انت بتعمله ولا دعاها ليك ان ربنا سبحانه وتعالى يخليك ليهم ولا كلمتك الحلوة لزوجتك لما زوجتك تسمع الكلمة الحلوة فتحس ان هي يا طيرة وفي حد مقدر وحاسس باللي هي بتعمله والبسمة في وش حد انت تعرفه فتحسسه ان هو عنده حد يحس بيه ويسعده والدعوة اللي خرجه من القلب من حد بيحبك او حد يشافه مومك فدعالك حتى لو هو ما بيعرفكش فتستبشر وتبشر الناس اللي حواليك ان انت قابلت حد جميل فتبقى المودة بتسري في كل حياة الناس او حد خصص وقت من وقته عشان يقعد بس يسمعك بقلب حاضر وبعين مليانة حب وود ولطف ويفكر معاك في الحل ولا سلام لما المسألة تكتمل بقى وتبقى فيها كمان اشياء كده اجرائية زي مثلا الطبق الضوار الطبق الضوار ده الطبق اللي بيدور ما بين الجيران يروح مليان كنافة في رمضان ويرجع مليان وراء عنب او يفضل طول الوقت بيلف ما بين الناس ايوا المشهد ده وتمشهد رائع مشهد وود بيملأ لبناء فرح وسعادة ولو زيارات الاهل بقى والحبايب دي اشكال كتيرة 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 من اشكال الود والتواد الود المتبادل اللي بيخلي القلوب عمرانة لكن لما نستبدلها دلوقتي بقى بالتواصل من خلال السوشيال ميديا الحاجة بقت بهتانة وما بقتش حلوة والرسائل ما بقتش تتقري والناس ما بقتش تحس ان هم حاضرين مع بعض فالناس تبقى حواليك وانت مش حاسس بيهم ولا يحسهم ما كمان بوجودك لما بيقل الود ما بين الناس حالة غريبة جدا بيقل قوتهم بيقل ثبتهم بيقل سمودهم ويزيد التوجع والتصدع والجزعة والفزعة أربع حاجات بتزيد في الناس تخليهم يحسوا ان هم كأنهم بقوا مخوخين من جوه ويزيد في الناس التسول العاطفي الناس تحاول تقرب ولو هتدفع وتتنازل عن حاجات كتيرة وده وقت يمكن نشوف فيه أثار للتوحش للتوحش الفردانية وقلة التود ما بين الناس فيحصل ظاهرة بنسميها ظاهرة هشاشة العلاقات فالعلاقات أصبحت مش متمسكة العلاقات مع أل حاجة تكسر كان زمان الناس تقول لبعض كلام وتفضل العلاقة مسكة نفسها ويفضل الناس متحملين بعض ويفضل الناس بتلتمس الأعذار لبعض ما بقاش زي زمان الكلام ده كان واحد بيجي يكلم حد يقوله أرجوك عامل ربنا فيا يعني عامل ربنا فيا يعني يخلي ربنا بيني وبينك عشان لو طلعت ربنا من بين علاقتنا عتشوفني على أني أنا شيء دم ولحم مش هتشوفني كأني إنسان مكرم اللي مكرمه ربنا سبحانه وتعالى وساعتها هتشوفني من غير مشاعر فتعمل اللي انت عايزه فتأزيني وعشان كده كانت الأم بتقول لولادها كده والأب بيقول لأبناءه كده والزوجين بيقول لبعض كده والصديق بيقول لصديقه كده الوقت كل واحد فينا حاسس أنه هو مركز العلاقة ومصلحته هي الأساس يعمل اللي هو عايزه والعلاقة لو إنه هي ما حققتلوش اللي هو عايزه وما حققتلوش مصلحته يبقى علاقة ملهاش لازم والعلاقة دي لازم ينهيها ويازم يتخلص منها حتى لو توجع اللي قدامه بأي وجع ولو وصلت الأزية لحد أنه هو ممكن يحصل له حالة من حالة الصدمة ولا ده يهزه ليه طيب؟ لأنه ما حصلتش مصلحته فأصبحت فيه ظاهرة اسمها بعد خلو العلاقة من التواد اللي أشار إليه حضرت النبي صلى الله عليه وسلم فيه ظاهرة اسمها بزنست العلاقات بزنس العلاقة مصلحتي ومصلحتك لو ما فيش مصلحة يبقى ليه في علاقة وأصبحت العلاقات في كتير من الأحيين ممكن تكون من طرف واحد وعلى هذا الأساس الناس إما تتصارع أو تتفرق على فكرة كان جزء من التواد ما بين الناس أن الناس تصبر على بعضها فكل واحد فينا كان بيخرج أجمل ما في التاني وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم جعل التحاب واللي هو نسخة راقية من التواد شرط في الإيمان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا كلام في غاية الرقية كأنه بيفتح قلوبنا والذي نفسي بيدي لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم قفشوا السلامة بينكم يعني عيشوا مع بعض في السلام عيشوا مع بعض في موادة توصلكم إلى سلام القلوب وعشان نفس السلام لازم قلوبنا تكون في سلام ومن أكتر الأشياء اللي بتفسد على الناس سلامة قلوبهم هو أنهم يفضلوا يحكموا على الآخرين دا يحكم على دا ودا يحكم على دا وننقب في البواطن ونتعامل دايما بسوق الظن فما يفضلش في قلب حد أي موادة لأن الموادة كانت فين أكلها سوق الظن أكلها الإساءة للناس أكلها احتقار الناس حتى ولو في باطنك كان علي بن مديني رضي الله عن كان يطلب من الناس بس دا مش مذب ولكن هو على سبيل التربية كان يطلب من الناس أنها تتوضى من الغيبة الباطنة نحن لا بلاش عندنا غيبة باطنة نحن عندنا حيات كتيرة ولذلك من أبرق قوانين الحياة أن السعداء الأمينين هم المغمورون المغمورون بإيه؟ بمدد حسن التغافل واليقين وحسن الظن واليقين في حسن تدبير الله لها فهم عايشين تحت ظل غمامة من الطيابة ودين الجانب فالغمامة دي حمدهم اللهيب أحقاط الدنيا فهم الحمد لله في راحة ما عندهمش الأحقاد اللي موجودة عند الناس فالإنسان الودود بطبعه إنسان حكيم عاقل متزن مش محتاج أنه يشيطن الناس وفي نفس الوقت بسبب اتزانه لا هو محتاج يشيطن الناس ولا محتاج أنه يخليهم ملائكة فيحسبهم حساب الملائكة لما يغلطوا وإنه ما قدرش يحبهم ما بيكرههمش ويفضل يتمنى لهم الخير حتى ولو ما كانش بيحبهم لإنه ما بيكرههمش هو ده مقتضى التواد الود يا سادة بيطمن قلوب ويخليها في أمان الأب لما يخبط على باب أولاده بس عشان يحضنهم ويطبطب عليهم والحنية من الأولاد على أبوهم وأمهم ولا الجار المحتاج أنك تسأل عليه فتسأل عليه وتدعمه ولا تدعم لزوجتك ولو بكلمة يخف عليها تعبها ولا خدمة ممكن تدخل بها الفرحة على قلوب ناس محتاجة كل ده بيخلي حاجة بيشيع في المجتمع حاجة اسمعها الأمان المجتمعي لأنه بيشيع ما بين الناس الأمان فقلوبهم تتعمر بالإيمان فيبقى عندهم وازع اجتماعي يمنعهم من أذى بعض حاضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيجعل الود بيسري في كل شيء وفي كل فعل لدرجة أنه شوف الود كده وهو بيسري في نصيحة رسول الله لسيدنا معاذ فيقوله إني لا أحبك يا معاذ فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم عيني على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك يا سادة أنا ما شفتش غزاء للقلوب يخلي الواحد قلبه قوي وعمران زي ما تغزي قلبك كده بالود وإحنا لازم نعرف أن العلاقات مش بالشطارة أو الله العلاقات مش بالشطارة لو حبيته نعرف نعرف إيه سلب العلاقات العلاقات بالطيابة عايز العلاقات تدوم بينك وبين الناس خليك طيب خليك إنسان لطيف المعشر خليك خلي ألفزك جميلة خليك بتحاول بقدر الإمكان ما تظن السوء في الناس أو عتظن إنك لو طيب زي ما بيقولوا الناس للوقتي الطيبة هيتبهدل وسط الناس لا الطيبة على فكرة محمي من رب الناس الطيب في حمى رب الناس ليه طيب؟ عشان ربنا قال هل جزاء والإحسان إلا الإحسان؟ وعشان كده خليك لازم تخليك حاسس بده عايش بده ما تخليش ده أبدا يبعد عنك أنا عرف ناس طيبين كتير طيبتهم دي خلت ناس كتير تجنبهم شرورهم بلاش فلان ده لأن فلان ده طيب بس أنت شرير بس أنا مش عايز أقزيه مش عايز تقزي ليه؟ كده في ناس كتيرة نجيوا كتير من مكايد ناس كتير مؤذيين عشان الطيبة بس ولزيك دايما أقول إذا أردت أن تكون في حصن وفي منعة فعليك أن تلبس درعاً من الليني والطيابة وحسن المعشر ألبس درعاً كده عايز تحمي نفسك أحمي نفسك بالطيابة على فكرة الطيب بيكون حاسس بأنه هو في أمان كده وفي برض وفي سلام أنه مش محتاج أنه يدخل في الصراع مش محتاج أنه يقاتل مش محتاج أنه يأذي حد مش محتاج أنه يكيد حد وعشان كده لو عشنا بالطيابة دي حياتنا هتتغير كتير قوي قوي لو حبينا نحط شوية إجراءات كده تساعد الناس عشان تسترد الود تاني مرة تانية فمن أوائل الإجراءات دي أنه أنت تبادر وما تتأخرش أنه أنت تقول كلمة حلوة أو دعم للناس تسندهم وطيب خطرهم خلي عندك ورد كل يوم من تطيخ بخواطر الناس كده تخلي نص سعب الطيب فيها خواطر الناس طيب بس إحنا كمان عشان أبقى طيب وبقى عندي ود لازم أقفل محبس الشر لازم أقفل كمان إيه المكان اللي بيجيلي مني منه السموم والريح الخبيثة اللي هي إيه لا تتتبع أخبار الناس وما تحكمش عليهم بالعكس ابحث عن الجميل في كل إنسان ترى واعظمه تقوله على فكرة أنت طيب حتى ولو أنت مكنت الشايف ده أنا طيب آه شفت أنت بتعمل الكلام ده وات إزاي شفت أنت حريس إزاي شفت أنت ما أردتش أن أنت تأذف فلان إزاي وده ما يعملوش غير ولاد الأصول وإنت مش بتجمله أنت فعلا هو عمل كده بس أنت بتعظم ده عشان يبقى ها هو ده والدام عينه كبير فيستمر بيه ويشوف الناس بتحب ده بتحب الخير ده فيعمله تالت حاجة دايما بقول من علامات صدق الحب اللي بدع في حب البديع أبدعه في الودة للناس ستين عائشة أبدعت في ودها للمحتاجين فعملت إيه؟ فطيبة الصدقة طيبة الصدقة اللي راحها للمحتاجين ليه طيب؟ بتودهم بتحسسهم أنها بتحبهم بعض الناس يقول لك ده طيبة الصدقة بس عشان لا هي كمان بتقول للناس أنها بتحبهم لما حد يوصل له الصدقة وهي ريحتها حلوة الفلوس وهي ريحتها حلوة الهدية الملابس اللي راح أديها للناس وهي ريحتها حلوة إيه اللي حاصل؟ الناس تحس أنها فيه حد بيحبني كمان احنا ممكن نعمل إجراء لطيف إننا ندعي الله سبحانه وتعالى عشان نكون من أهل الود إننا يبقى عندي ورد بادعي ربنا إنه يجعلني من أهل التودد والود ولو ما عندكش دعاء ممكن تقول الدعاء ده تقول إيه يا رب إني أعلم أنك تنظر إلي وأنك تجعل علاقات مع الناس محل نظرك فاللهم إني أسألك أن تنور بصيرتي حتى تجعلني كلما تعاملت مع عبد من عبادك أراه في حماك وأراه في أمنك فأدخل معه في أمنك حتى نسعد بحضرتك يا جميل يا ودود يا لطيف يا سادة إحنا دايما مع بعض بنرجو إن إحنا نكون في حما مولانا سبحانه وتعالى ونعيش في رضاه ونعيش في وده ونعيش في لطفه ونعيش في كرمه وهو سبحانه وتعالى مش هيخذلنا أبدا يلا شمروا ساعد الجد وارجعوا لودكم تاني وحبوا بعض على قد ما تقدروا وخليك طيب وما تخافش الطيب في حما الطيب والله طيب لا يقبل إلا طيبة فتخيل بقى لربنا قبلك ماذا سيضع لك في قلوب الناس وقد إيه من الحب سيبذره لك حتى تستطيع أن تجده ظلالا وارفة في قلوب الناس قبل أن تجده في الحياة يا رب الهمنا رشدنا وجعلنا من الطيبين يا رب العالمين يا سادة صفحتنا على الفيسبوك صفحة برنامج ولا تعسره اللي دايما بتكون معانا وتفضل تكون باب ود بيننا وبينكم نقدر نوصل بيها ونتواصل بيها ونستقبل أسئلتكم المباركة اللي بنخصص ده وقت عشان نجاوب عليها وإحنا حسين فيها بودكم وبلطفكم وكرمكم أول سؤال عندنا بيقول زوجي دايما يقلل من شأني ويشعرني أني بلا قيمة أمام أبنائي لدرجة أنهم أحيانا يتجرقوا علي بالكلام ودايما بيقول لي أنا مش عايزك أنا سايبك عشان خاطر العيال ودايما سايب البيت بييجي عشان ينام ويأكل وأنا دايما بحاول أرضي حكم الشرع إيه في معاملته لي طبعا أنا أخليني بس نخليها سؤالين حكم الشرع في معاملته ليكي وكمان نزود عليها إزاي تقدر تعملي إيه في الحالة اللي أنت فيها دي أول حكم الشرع في معاملته ليكي دي أن دا والعاذ بالله حرام وإثم عظيم إثم عظيم أن الواحد يظلم حد ويأذيه ويعنفه وينال منه إثم عظيم أن واحد يكسر خاطر حد إثم عظيم أن واحد يأذي حد في نفسه رسول الله ما أرضيش أن الشخص يأذي حد وهو كان لسه مجلود ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن محدش يتعامل بعنفه وخاصة لو كان زوجته فإزاي هو أن يقابل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حضرة النبي عيكون خصيمه لأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أمره قال استوصب النساء خيرا فاللي بيحصل ده حرام لو على الوصف اللي حضرتك قول دي لا فهو حرام وما يسحش وما يجس شرعا ولو هو استمر فيه والعاذ بالله ده كان يبقى أحد أسباب ضييع من يعول أنت ربنا جعلها أمانة عشان تحافظ عليها فلما أفروض أنت تحافظ عليها مش تضيعها تضيعها لما هي تحس بقى أن زوجة بيهنها وبهنها وسط الأولاد تحاول تبحث عن نفسها فتقع في الفتنة والعاذ بالله اللي بيعمله اللي بتعمله أنت ده أيها الزوج هذا باب من أبواب الفتنة باب من أبواب تضيع من تعول ولذلك هو اسم من أكبر الأثام إن من أعظم الاسم أن يضيع الرجل من يعول فاتق الله في زوجتك طيب الزوجة تعمل إيه بقى؟ الزوجة ببساطة خالص خالص أول حاجة هي محتاجة ثلاث حاجات أول حاجة تعود مع الزوجة وتتكلمه وتستحمل إن هي تسأله أنت إيه اللي مش عاجبك فيها وأنا أصلحه فتسمعه وتسمعه بصدق وتتكلم معاه بقلب مفتوح وتحاول بقدر الإمكان إن هي تحاول تسأله عدة أسئلة إن الحاجة اللي أنت شايفها دي دي جديدة ولا قديمة طيب لو كانت قديمة أنت في رأيك نتخلص منها إزاي؟ طيب لو كانت جديدة حصلت إمتى؟ فنسأله فهو لما يجاوب إحنا ناخد بقى ده ونحاول نغير في نفسنا يبقى دي أول حاجة حاجة تانية ببساطة خالص إن إحنا نبتدي نغير شوية في نظام حياتنا نبدل في نظام حياتنا شوية نجدد في نظام حياتنا لأنه واضح ببساطة خالص إن الحاجة دي آثار تراكمات سببها عدم وجود حاجة جديدة في حياتنا فأحس بإنه مفيش قيمة لحضرتك أنت لحضرتك أي لكده زوجك بيقلل من شأنك لأنه هو مش شايفك فأنت لازم تخليه يرى أهميتك في هذا البيت بالعراق؟ لا مش بالعراق بالخناء؟ لا مش بالخناء أما اللي بإيه؟ بالجمال، باللطف، بالحسن بأن أنت تحاول بقدر الإمكان تخلي حياته معاك أكثر تجدداً أكثر تغيراً فنغير في نظام الحياة الحياة التالتة وببساطة خالص أن أنت تقرب شوية من اهتماماته واهتمامات الأولاد فلما تقرب من اهتماماته واهتمامات الأولاد ما يحسوش أن فيه فجوة بينك وبينهم وساعتها الأمور تتغير لما نعمل التالت حاجات دولة فيه حاجات كثيرة هتتغير في حياتنا وحاجات كثيرة هتبقى أحسن لو أننا ماشينا في المسار ده نعم السؤال التاني بيقول أنا عاوز أعمل عقيقة لبنتي أو أتبح لها حاجة فممكن بتمن الدبيحة دي أشتري لحمة من الجزار وأوزعها ويكون كده أنا عملت لها العقيقة يا ريت تجاوبني يا دكتور ربنا يبارك لك وربنا يبارك لك إن شاء الله ودايما يبقى أولادك في بركة وفي نور وفي فضل وفي نعمة بص يا ستي أنت لا أنت عليك أن أنت تتباح تتباحي تتباحي الحاجة اللي أنت اشتريتيه عشان تتباحيها وما تشتريش مكانها لحمة من عند الجزار لا أنت لازم تعملي تتباحي ومش تشتري بثمنها لحمة ليه؟ لأن العقيقة المراد منها هو معاني كثيرة وليس المعنى فقط أننا أعطي الفقراء ولكن العقيقة مرتبطة شوية في مفهومها بمفهوم الأضحية أن في حد وكأننا بندفع عنه المخاطر والأذى ونطلب له البركة بهذا بهذا الذبح كما حدث لسيدنا إسماعيل فإحنا عايزين نفهم أن العقيقة باب من أبواب البركة طيب أنا مش عارفة أتبح يعني العمر غير مسألة أن أنت مش عارفة تتباحي يبقى خلاص يبقى أنت مش مطالبة بهذه العقيقة لأنها سنة سنة مؤكدة لكن أنت لو أدر تتباحي يبقى خلاص تتباحي ليه لو أدر تتباحي يبقى خلاص تتباحي لأن العقيقة هو ده تمام السنة فيها أن احنا نذبح ونقسمها في أفضل في أفضل أحوال على نفس تقسيم الأضحية ولعل الرابط بنا وبين الأضحية هو اللي فهمنا أن احنا مش محتاجين نشتري لحمة لكن محتاجين أن احنا نعمل نعمل الذبح في العقيقة على النحو المذكور في الأضحية السؤال بعد كده بتقول أنا والدتي توفت بقى لها عشر أيام وإحنا خمس بنات وبابا متوفي وكان معاها وكان معاها دهب ثلاث غوايش وختمين وحلق أوست أختي الصغيرة إنها لما تتوفى تد أخت الكبيرة غويشة وأختي الأصغر منها خاتم وأنا غويشة وأختي الأصغر مني غويشة والصغيرة حلق حلق وخاتم أنا حاسة إنها ظلمت أختي الأكبر مني لما ديتها خاتم وأختي قالت هي فضلتكم علي وإن ماما مش كانت بتحبها أنا بتابع حضرتك دايما ونفسي أرتاح لإني خايفة يكون على ماما وز وخايفة أخت تشيل مننا وتكره ماما عايزة حضرتك تفدني وهل ماما كده ظلمت أختي لا ماما ما ظلمتش أختك خالص لأن ماما كانت بتتصرف في ملها يعني إيه ماما كانت بتتصرف في ملها ده ملها وده لها أن تتصرف فيها كما شاءت بس هي المشكلة في حاجة إن إحنا لازم الأول خالص نشوف هي قدت لازم نفرق ما بين حاجتين هي قدت الحاجة دي لبابا بتقول أنا والديت توفت بقى لعشرة أيام وإحنا خمس بنات وبابا متوفي وكان معاها دهب وأوسط أخت الصغيرة أوسط أخت الصغيرة إنها لما تتوفى تدي آه هنا بقى نقف لو إن هي قالت لها الحاجات دي بتاعت إخواتك قبل الموت هتبقى خلاص من حقها إن هي تتصرف زي ما إيه عايزة لكن زي ما قالت كده أوسط إن تدي إخواتها بهذه التقسيمة للدهب ده لازم نشوف الدهب ده هي ليها أن هي توصي في حدود التلت توصي في حدود الإيه؟ فالدهب ده إذا كانت في تلت التركة خلاص طيب إذا ما كانتش في تلت التركة نخليه نرده إلى التلت ليه طيب؟ لأن الوصية لا تزيد على الثلث لأن الوصية ملها لا تزيد على الثلث وإحنا ماشيين على إن يمكن أن تكون هناك وصية لوارثة لأن دولة ممكن البنات دولة عايكونوا وارثة يبقى إحنا عندنا إيه؟ يبقى عايكون ده للتلت ولا يزيد على ذلك طيب إذا كانت هي دي كل تركتها لا هنخرج بس ده هنشوف الأنصبة بتاعت الفلوس دي ويخرج ده من التلت والباقي يوزع على بالمراسة الشرعي يبقى إحنا عندنا التلت فقط اللي يكون في هذه الوصية وإحنا بكده نكون خرجنا نفذنا الوصية بهذه الطريقة طيب قال الأمي بقى اللي وصت بهذه الطريقة هل ده كان حرام عليها؟ لا أه ده ما كانش حرام على الأم خالص لأن لها أن تتصرف وخاصة في حال الوصية بما شاءت هي مش لازم تساوي ما بين الأولاد في هذه العطية ويكون اللي عملته ده جائس شرعاً وهي أبداً ما عملتش حاجة حرام فكرة إن هي فضلت حد على حد ليس كل تفضيل يكون حرام لازم نفهم كده إن مش كل تفضيل لحد على التاني بيكون إيه؟ بيكون حرام لا ممكن أن يكون هناك تفضيل وليس فيه حرمة واحد بيفضل حد ساعده حد كان بيحسن إليه حد كان بيفعل الحسن معه فالجزاء الإحسان إلا الإحسان لما حد يعمل كده بالعكس ده يكون شرعاً بيفعل بعض المعاني الشرعية المهم إنه هو يفعلها ويبقى ساعتها لا ما فيش ويبقى ساعتها ما فيش ظلب ولا في حرمة وده لازم نقرره وأنا نصحت للأولاد نصيحة مهمة جداً 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 بلاش يا أولاد بصوا الأموال أبائكم وأمهاتكم بلاش ده أموالهم ربنا سبحانه وتعالى أعطى ليهم وهم تعبوا فيه وربنا سبحانه وتعالى أكرمهم والفلوس دي فلوسهم فما ينفعش إن أنت تفكري إن الفلوس دي كانت فلوسكم لا هي أوسط بده ولذلك هي ليست أثمة وليس حراماً عليها أن تفعل هذا وعشان كده ببساطة خالص والدتك ليس علي إث وما تبقيش خايفة إن ده يكون لأن كتير من الناس بيجيوا يسألونا أنا خايفة إن أمي تعذب في قبرها بده أنا خايفة إن أمي تكون منعت حد حقه وبكده ظلمت وبكده يبع عندها عقوبة ولا تدخل الجنة إلا إذا ردت هذه المظلمة لا والدتك تصرفت في مالها كيفما شاءت وأوسط وفي الوسط وفي الوصية لا الحق أن تفعل ما تشاء ولم تكن آثمة ولم تكن آثمة يعني هي ما ظلمتش وده كانت فعل حلال وليس فعلاً حراماً لازم نفهم كده عشان نقدر نتعامل بشكل واضح مع هذه المسألة لأن كتير من الناس بيجوا ويجي لهم زي ما أنا شايف في السؤال كده بيجي لهم ساعات وسواس ويجي لهم ساعات إحساس بإن أمهم بتتعذب ويحصل لهم إحساس كبير جداً جداً بالضيق وبالحرج ويحسوا بخيالات ويبتدر المسألة تدخل بقى في وسواس قهري وكل دوات مفوش داعي ولا لي لازمة لأن الأم اتصرفت في مالها بما يجوز لها شرعاً يا سادة فاصل ونعود عشان نستكمل أسئلتكم المباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومازالت أسئلتكم المباركة بتزين مجلسنا وتخلينا دايماً في حضرة مولانا سبحانه وتعالى السؤال اللي وصلنا بيقول إيه؟ أنا دخلة سنوية عامة يا رب ربنا يوفقك ويجعلك إن شاء الله من أهل التوفيق والسداد أنا دخلة سنوية عامة وعندي مشكلة في بيتنا في كل يوم مشكلة وسوتنا بيطلع عالي وأنا بكون متوترة من الصوت العالي ومش بعرف أذاكر من أخويا اللي كل يوم يكسر في البيت لدرجة إن نفسي بتتسد من المذاكرة ممكن حضرتك تنصحني أعمل إيه؟ عنصحك باربع نصايح نصايحة الأولى عشان نقدر نتعامل مع هذه الحالة أول حاجة الحالة اللي في البيت دي هي حالة مش المطالب منك إن أنت تحليها إيه ده؟ إزاي يعني؟ آه لإن في الحقيقة لا يكلف الله نفسا إلا وسعه في بعض الأحيين بيبقى الضغط النفسي جاي من إن أنا المفروض أحل المشكلة دي قبل مذاكرة حل مشكلة أهلي أهم من مذاكرة لا ليه طيب؟ لإن حل المشكلة دي محتاجة حاجات تانية أنت ممكن تكون بتساهمي في الحل آه بس أنت بالأساس مش هتقدر تحل مشكلة بالصورة دي يعني الصورة اللي أنت بتقوليها دي ده محتاج متخصص يعني محتاجة إن باباك وممتك يقولنا على مركز الإرشاد الزواجي لكن ما ينفعش إن أنت تقول إن أنت هتقدر تحل المشكلة دي لا يكلف الله نفسا إلا وسعه وممكن يكون على فكرة أن نجاحك في السنوية العامة وتفوقك في السنوية العامة أو نجاحك أنا ما حيبش دائما أقول للناس لازم تتفوق لا ننجح ينجح وربنا يبارك له ويوسع عليه وكل حاجة بس ما ينفعش إنه هو الحل الوحيد اللي هو لازم يتفوق في السنوية العامة يعني تفرغي لمسألة منذكرتك الحالة الثانية والمهمة كمان إن أنت ما تركزيش قوي إن إمتى هتبتدي الخناء يلا بقى أنا مستنية الخناء لا انتهز الفرص إيه اللي حاصل؟ ممكن تعمل حاجة لطيفة قوي إن أنت تبتدي تذكري في الأوقات اللي بيأخذوا فيها هودن من الخناء فتعيدي جدولة اليوم فتذكري في الوقت اللي هم بيناموا فيه وبكده يبقى أنت تبعدتي عن الوقت اللي فيه خناء أو تذكري في الوقت اللي هم بيكون عندهم حالة من حالات الهدوء لأنهم ممنشغلين أو بيعملوا حاجات كتيرة المفروض بيعملوها ساعتها هتبقى أحسن إن شاء الله يبقى دي تاني حاجة تالت حاجة إن انت ببساطة خالص إن انت تحاول بقدر الإمكان إن انت تنتقي مكان بعيد عن هذه الدوشة وما تحاوليش تعرفي تفاصيل اللي بيحصل لا ابعدي نفسك عن هذا الأمر وركزي في مذاكرتك ويعيشي بشكل واضح وشكلي فيه تمام التركيز في مسألة الإيه؟ مسألة المذاكر آخر حاجة صلي ودعي لهم في كل صلاة أنت بتعرفيش الدعاء ده ماذا يصنع في حياة الناس؟ الدعاء ده يغير حياة الناس يغير حياة الناس بتغيير غريب عجيب في حياة الناس وعشان كده استمر لي في الدعاء يبقى الأربع حاجات دي ما تحاوليش تحلي غيري جدول المذاكرة بتاعك ببساطة خالص وعوضي في مكان بعيد عن هذا الكلام كله ادعي لهم إن شاء الله لو عملت كده كثير من المشكلات اللي هي عندك دي هتتحل وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى ووفقك وتعالوا أن ادعي لها احنا كلنا أن ربنا سبحانه وتعالى يحفظها ويهدي سر البيت كله والبيت كله إن شاء الله يكون في حالة خير وبركة ونور يا رب السؤال بعد كده جاي بيقول السلام عليكم تم توقيع أوراق الطلاق على يد مأزون نعم دون النطق من زوجي بالطلاق على الورق بس حتى لا يأخذ من ميراس أولادي شيء ولا نأخذ منه شيء وكمان علشان أخذ معاش والدي واتفقنا على هذا كتبنا ورقتين عرفي واخواتي شهود على ذلك وكل الأهل يعملوا يعلموا أنه زوجي يعني ركن الإشهار تحقق هل بهذا يكون واقع طلاق ولا إيه حكم الرجاء الراد الرجاء تعالونا على دار الإفتر بالورق بتاع حضراتكم إيه اللي حضراتكم يعني حضراتكم متصورة إن في حد يجيب في مسألة في مسألة تتعلق بالطلاق بالمنظر ده أكيد مش هنعمل كده مش هنعمل كده ليه عشان الورق اللي توقع عليه ده ورق الطلاق اللي توقع عليه ده ده الواحده محتاج تحقيق لأن أنت كده بتتهم المأزون بأنه أخلب عمله ما ينفعش المأزون يكتب ورق الطلاق غير لما يسمع لفظ الطلاق فما ينفعش المأزون أفترد افتراد بسيط كده إن المأزون عمل إيه إن المأزون طلقكم فلازم تجيبوا الورق ونشوف اللي حصل لأنه وقف الغالب المأزون هيكتب إيه وإن الزهوك تلفز بلفظ الطلاق فنجيب ورق المأزون طيب إيه تاني ونجيب كمان الورقة اللي يبتت ورقة الجواز العرفي عشان نشوف أنت رجعته إزاي عشان أقدر أقول لحضرتك هو الطلاق ويع وإنت رجعته ولا ما رجعتوش لأن حضرتك بتقولي أنت كتبت ورقتين عرفي وإخوات الشهود يعني رجعته لبعض تاني مش هقدر أقول لكم إن أنتوا اطلقتوا ورجعتوا غير لما أشوف الورقة كله وحقق مع حضرتك وبالاختصاص جدا حقق مع زوج حضرتك وفي الورقة التانية حقق واسأل حضرتكم إيه اللي تم فيه الورقة التانية فما ينفعش يا سادة دي نبقى أنزح حضرتك إن ما ينفعش في الأحوال اللي زي دي الجواب يكون على الهوى لازم الجواب يكون لما نشوف الورقة ده إيه اللي حصل فيه وإيه اللي تكتب فيه عشان نقدر نجاوب عليه لكن إحنا نجاوب على طول بدون نظر في ورقة الطلاق كان إيه اللي مكتوب فيه أو في الأوراق كمان اللي تمت بعد الطلاق طب إنتوا دلوقتي إزاي رجعتوا؟ رجعنا بورقة عرفي يبقى لازم الورقتين نشوفهم عشان نشوف إيه اللي تكتب فيهم وإيه اللي كان الحال ده بعد سؤالكم والتحقيق معاكم وإيه مسألة إن ورقة الطلاق اتكتبت من غير ما نتلفز والمأزونا عمل كده ده مسألة هتبقى محتاج إجراء قد تحتاج إلى إجراء قانوني عشان نقدر نتعامل مع هذه المسألة السؤال بعد كده بيقول حضرتك أنا ما كنتش بصلي ولكن الحمد لله بقى لي فترة بصلي بس في حاجة أنا مش حافظ التحيات بقول مكانها قراءة الفتح وصورة صغيرة هل يا جوز لي الصلاة ولا إيه حضرتك ممكن تطمني يا سيدنا الشيخ هو ممكن عدة إجراءات لو كان هو بيعرف يقرأ يكتب التشهد ويقرأه من ورقة أو يقرأه من شاشة طب وإذا كان عاجز عن ده حاجز عن حفظ التشهد وعاجز عن القراءة فيقرأ منها أو من غيرها اللي قادر على حفظه طب وإذا وكانتش قادر على القراءة ومش قادر على الحفظ ولا أي حاجة يقول بقى مقدار المدة بتاعت التشهد ده بقى يسبح يقرأ الفتحة يقرأ اللي هو ما يناسب ده طيب هل بقى قراءة الفتحة هنا ده المحل بتاع قراءة الفتحة لا ده مش محل قراءة الفتحة لكن ممكن يعمل ايه يذكر ويسبح ويهلل وده اللي يكون أنسب في الموطن ده يعني في الموطن ده هيكون الأنسب ان هو يعمل ايه يكون الأنسب ان هو يهلل ويسبح ويحمد بمقدار ايه بمقدار الزمن بتاع التشاهد يعني مقدار الزمن بتاع التشاهد ده يسبح ويحمد ويهلل اذا كان هو ما عندوش وسيلة خالص الا ان هو يقرأ من حفظه اذا ما كانش هو بيعرف يقرأ ولا عندو شيء ممكن يقرأ منه خلاص يبقى الحل هو ايه انه ويكون مقدار هذا التشاهد انه هو يسبح ويهلل ويحمد الله سبحانه وتعالى يبقى هو عندنا كده بالتدر ان اول حاجة لو هو بيعرف مش حافظ لكن بيعرف يقرأ يقرأ التشاهد من ورقة طيب اذا ما كانش بيعرف يقرأ بقى ما يقرأش الفتحة عشان انت قلتلي انا بقرأ الفتحة لا ما تقرأش الفتحة من موطن ده لان ده مش موطن قراءة الفتحة لكن تعمل ايه تسبح وتهلل وتكبر وده هيكون الانسب في الوقت ده ان انت تعمله ويكون ان شاء الله صلاتك صحيحة نعم تكون صلاتك صحيحة لان الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا الا وسعى يا رب نسألك ان تكرمنا على الدوام بالمودة والنور والبركة والرحمة وان تجعلنا من عبادك المقبولين وان تشرح صدورنا يا رب العالمين وان تكرمنا بما اكرمت به احبابك واصفيائك ووليائك وان تجعلنا في الصالحين دوما يا رب العالمين يا رب العالمين اكرمنا بالود في كل وقت وحين واكرمنا بمددك يا اكرم الاكرمين